اشتركوا في القناة وبها نور العفو عم يزيد تعالوا هلوفوا إلينا الضفو عم يزيد مرحبا 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 أحبائي مرحبا عم يزيد وفرحان بزد لكم أهل يوم ونتمكم فرحانين برافو إذن أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما أصدقائنا لرمهنا وتفرحوا مع لكم إذا تنشهوا الموقع الأنترنت عم يزيد كون كوم بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الأنترنت تكتب عم يزيد كون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بيك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عبر موقع الأنترنت عم يزيد كون كوم عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة كثيرة وعم يزيد حبي يستهدفكم كامل 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 علي شوف فيكم شحركم الشابين تعالي بنتي روحي روحي الشاب روحي روحي واسمك بنتي إيلين إيلين وين تسكني إيلين في العاصمة وين تسكني سيتي داركم إيلين votisation كونين يقولك ماما وبابا بإيل Owen سيتي وين تسكني فكري سيتي ساستة ساستة باب باب وش سندة بب زوار باب زوار تنسيها إنه يزعف عليよ releasing باب زوار قاعة تقرأي براح بنتي الله يعرف الله يعرف تعالي بنتي روحي روحي الشاب اروحي تعلي 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 دوري دوري عند الأطفال بش يشوفوك دوري دوري واسمك بنتي؟ ها؟ ميرا ميرا؟ واسمها؟ ميرا ميرا؟ اسمك شباب ميرا؟ شحل في أمرك؟ 5؟ نحسب عمو يزيدي حسب ولا أنت؟ أنا نحسب وري ليدك شحال؟ شحال في أمرك؟ ربعة؟ ربعة ربعة عمو يزيدي حسب وين السكنة؟ ضا وين تسكن ساتي اتاني في حسين داي الله يبارك الله يبارك من انتي الله يبارك تعال اوليدي بس لبس هذا التربوش الشباب الله يبارك ما اسمك ايوب ايوب وين تسكن ايوب حسين داي اختك هذه بدخلتك الله يبارك شعرت عمرك وليدي عشرة عشرة ايام عشرة سنين شاطر في الدراسة الله يبارك تفضل 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 احبائي تعال اوليدي تعال تعال وقف قدامي نظر الاطفال بش يشوفوك واسمك؟ رامي تمنيا تمنيا سنين شاطر في الدراسة حاجرة المؤدل تمنيا على عشرة تمنيا على عشرة برافو 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 وليدي شاطر 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 وليدي برافو 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 أحبائي موش رأيكم نستقبلوا رسائل أصدقائنا الأطفال رسائلكم اللي بعتوه منا عبر موقعين الانترنت عمويازيد.com جدت على زرار عراء ومراحظات إذا استقبلوا معايا ساعي البريد جليلو تعالوا مرحبا أصدقائنا أمويازيد مرحبا يا مرحبا نعم نعم أصدقائنا أصدقائنا متطوئ مع أمويازيد يجبنا واش يجبنا؟ بريد الأطفال بريد الأطفال اللي بعتوهن عبر موقعي الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار أراء ومراحدات إذا جليلو ضع البريد في علبة البريد باش عمويازيد من بعد يقراهولكم هنا يا حبائي وأنتم أن ترسلون違う من어야 сразу الموقعي الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار أراء ومراحدات مسلام عمويازيد مسلام يا أطفال مسلام شكرا جليلو شكرا شكرا يا أوليدي شكراً شكراً أحبائي في هذه الفترة هذه يوم 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان أحبائي أباكم حقوق الإنسان؟ الإنسان عنده حق أن يكون عنده إسم أن يكون عنده وطن كين حقوق حقه في الحرية أحبائي كين شعوب هنا الحمد لله في الجزائر عندنا الحرية ولكن كين شعوب ما عندهاش هذه الحرية شعوب ما عندهاش أبسط أبسط وأدنى شروط العيش بكرامة يا حبائي إذن إحنا الجزائر وإحنا كذلك ناضل من أجل حقوق الإنسان أن يكون للإنسان حقوق يا حبائي يوم السبعة ديسمبر هو اليوم العربي للأسرة عربكم من الأسرة مهمة جدا تحبوا الأسرة تعكم؟ ما هو الشيء الذي يشكل الأسرة؟ الأسرة مشكلة من؟ من؟ من أفراد أفراد هو الأب والأم والأطفال أبناء والأسرة يعني كيكونوا أسر واش يشكلوا؟ لا لا أسر بزاف واش يشكلوا؟ مجتمع برافو بنتي برافو يشكلوا مجتمع أحبائي مجتمع مشكل من أسر إذن إذا صلوحة الفرد صلوحة الأسرة إذا صلوحة الأسرة صلوحة المجتمع أحبائي إذن لازم نسعاو باش الأفراد تعانا يكونوا متربيين متخلقين حتى يعطونا أسر متخلقة وأسر عندها الحس المدني وعندها الفعل الحضاري كذلك وهذه الأسرة يعطونا مجتمع متحضر ومجتمع مرتاح أحبائي يا أخي برافو 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 يوم 10 ديسمبر كذلك كي اليوم العالمي لحقوق الحيوان أحبائي الحيوانات عندهم حقوق شفتوا عند عمو يزيد ما كان حتى حيوان في قفص كل الحيوانات طالقة ما هي لم ربطة لول ولا حدوا هاد شي كلها طالقة الحيوانات لازمها تعيش طالقة أحبائي من أديوش الحيوانات يا أخي نعطيهم يشربوا الماء نعطيهم يأكلوا مثلا كي تكون هكذا كي يكون الحر مثلا في فصل الصيف ولوش يقولوا الناس ديروا إناء تعلماء قرب المنزل علاش باش تده كان قطة ولا كلب ولا أي حيوان كان مار وعدشان يسيبوش يشرب أحبائي يجب الرفق بالحيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانى بالرفق بالحيوانات كان يرفق بزف الحيوانات أحبائي لا نؤذي لا نؤذي الحيوانات يا أخي برابو عندي مفاجأة لكم في هذا المجال هذه الأغنية شحل شبا تحبون ألغز؟ لغز اليوم يقول هو لغز سهل شوية رجل كان بالخارج تحت المطر بدون مظلة أو قبعة ولم تتبلل شعر واحدة من رأسه لماذا؟ وعيدوا اللغز رجل كان بالخارج تحت المطر بدون مظلة أو قبعة ولكن شعر وقع ما تشمخش علاش؟ على ذلك من الشاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم أصدقائنا اللي مشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الأنترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الأنترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد برهبوا برهبوا أحبائي على مال يبني الشاطن أصبتوا الإجابة برهبوا برهبوا أصدقائي إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أنتموا أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عبر موقع الأنترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز وإحنا دركا نروحوا نتعرفوا عبر فقرة الشخصية اليوم على المرحوم الشريف بوشوشة مع خلود تفضلي خلود بنتي تفضلي تفضلي تحية تحية الخلود مرحبا يا أطفال مرحبا شريف بوشوشة شريف بوشوشة الغيشاوي قائد المقاومة في الصحراء الجزائرية هو محمد بن تومي بن إبراهين المدعو بوشوشة بمعنى الفارس ولد سنة 1827 ميلادي بالغيشة بولاية الأغواط من أسرى فقيرة ومحافظة على التقاليد الإسلامية حفظ القرآن وتأدب بأخلاقه وتعلم الرماية والركوب الخير منذ الصغار إضافة إلى جولاته التي قام بها إلى مختلف الزوايا في الجزائر وخاصة زاوية طولقة ببستكرا كان وصول المستعمر الفرنسي إلى الغيشة وبناء أول مركز استعمار سنة 1856 ميلادي في الحي الشرقي بالغيشة له تأثير بالغ في حياة الشريف بوشوشة وجعله يفكر في الخروج والتنقل لجمع المال والسلاح الضروري لتنقلاته وحركته وإعلان الجهاد خرج من الغيشة وانتقل نحو مدينة فقيق بالغرب الجزائري لكنه تعرض للاعتقال سنة 1862 ببخنيفيس بوادي مكرا بمدينة سيدي بالعباس وفي سنة 1863 فر من السجن وتوجه إلى قبيلة البيض حيث شارك في طورة أولاد سيدي الشيخ التي اندلعت سنة 1864 ميلادي ضد المستعمر الفرنسي ثم انتقل إلى تونس ثم إلى ليبيا لجمع السلاح والمال كما أنه أصبح من أعوان السينوسين وتأثر بحركتهم في 31 مارس أخذ إلى سجن ورقلة وبعدها تم نقله إلى سجن الأغوار ليأخذ بعدها إلى قسنطينا أين حكم هناك؟ توفي يوم 29 جوان 1875 ميلادي في قسنطينا رحمه الله برافو 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 خلود بنتي إذن شريف بوشوشة قائد من قادة المقاومات الشعبية أحبائي على بركم باللي الشعب الجزائري كان رافض للاحتلال الفرنسي منذ دخوله كانت مقاومات شعبية في كل مكان مقاومات الشيخ المقراني للا فاطمان سومر الشيخ بون عاما ولتسيد الشيخ كانت مقاومات سعيد بن شهرة إذن وشريف بوشوشة من بين هؤلاء القادة اللي فجروا المقاومات الشعبية اللي أدات إلى طورة التحرير اللي بفضلها الجزائر حرة مستقلة وأحبائي وعلى بركم باللي هذه السنة هذه المقبلة هذه في سنة 2022 هي ذكرى الستون لاستقلال الجزائر 1962 2022 ستين سنة تمر على الاستقلال أحبائي نعتز ونفتخر بهذا الاستقلال اللي توفهوا عليه ناس واستشهدوا عليه ناس لضحوا بالنفس والنفس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار أحبائي تحبوا الحيوانات نعم اليوم عمو يزيد دلكم أغنية جميلة بهذا المناسبة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الحيوان مسمها بوبي كلبي الودود يلا تغنوها معايا بوبي كلبي الودود بوبي مريح سريع بوبي كلبي الودود بوبي مريح سريع لا يعرف معنى الجافاء هو عنوان الوافاء لا يعرف معنى الجافاء هو عنوان الوافاء لونه باهزاه المنظر فروه ناعم ذيله أصغر ناعم ذيله أصغر فروه ناعم ذيله أصغر بوبي بوبي كلبي الودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود دوماً يلعب دون ملل بوبي كلبي الواديع بوبي مليح سريع بوبي كلبي الواديع بوبي 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 مليح سريع يقد حذر كلبي شاطر فطن يحرص داري دوماً يحرص ليلاً يخف نهاراً عينه تركب كل مثير بوبي كلبي الواديع بوبي مليح سريع بوبي كلبي الواديع بوبي مليح سريع مرحل سريع جالس ينظر عند الباب يعرف كل الأصدقاء كلبي بوبي كله حركة يفهم قصدي دون إشارة برابو برابو komir يفهموا قصدي دون إشارة أحبائي الرفق بالحيوانات أحبائي يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم اليوم جبت لكم مفاجأة من مدينة عنابة مع عم موحة لجنب ألعاب الخفة إذاً تحية تحية العم موحة ترحب إذاً تحية تحية العم موحة تفضل فضل 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 موسفى أحبائي موسفى أحبائي اشتركوا في القناة 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 من هذا كل نهار قال لها خلاس كين ندخلوا للبيت ما نستعملوش كامل الهاتف النقال ونلتاوا بوليدنا ونلتاوا لنا ربيه وولدنا عمو يازد عمو يازد الحكمة من هذه القصة هي أن الأبناء نعمة من الله لذا يجب العيس معهم وحولهم برافو 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 إذن أنتما الأبناء نعمة من عند الله الإنسان لازم يعتني بكم باش تتربعوا بطريقة سليمة بطريقة الحسنة ونعتني بكم وننتبهو لكم يا أخي أحبائي وانتم تاني كوالدكم ويحبوكم لازم تاخدوهم من راي ويتحبوهم تسمعوا الكلام كذلك يا الله أحبائي إذن أحبائي الأبناء نعمة من الله لازم نعتنيوا بكم ونحفظوا عليكم وننتبهو لكم ولكن تم كذلك لازم تاخدو الراي للأولياء تعاكم وتسمعوا الكلام والبيرو بالوالدين والمطابرة وتقرأوا مليح وكامل يا أخي أحبائي برافو برافو شاطرين أحبائي في كل مرة كان فقرة جميلة نتعرفوا فيها على مدينة من مدن الجزائر اليوم مليسا ستعرفنا بمدينة سعيدة الجميلة إذن تفضلي مليسا بنتي تفضلي تفضلي مرحبا الأطفال مرحبا مدينة سعيدة كانت تسمى تيرسيف وأيضا العقبان ثم سماها الأمير عبد القادر بسعيدة تقع في الشمال الغربي للجزائر يحدها شمالا ولاية ماسكر ومن الجنوب ولايتين نعامة والبيض ومن الشرق تيارس ومن الغرب ولاية سيدي بالعباس تقدم مساحتها بستة ألاف وسبعمائة وأربعة وستون كيلو متر مربع ويبلغ عدة سكانها بما يزيد عن تلاتمائة وتلاتمائة ألف وستمائة وأربعون نسمة وتضم ست دوائر وستة عشر بلدية تستهر سعيدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والزراعة والصناعة خاصة الصناعة الحلافية وتحتوي على شبكة طرق مميزة وهي منطقة فلاحية أيضا توجد بها عدة معالم أطورية وتاريخية نذكر منها موقع تمزغين يوب وعين من ناعي ومغارة وات سعيدة وتشتهر بحماماتها المعدنية حمام ربي، حمام سيدي عيسى، حمام عين سخونة بالإضافة للحدائق الرائعة برافو 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 أحبائي مدينة سعيدة الجميلة هي على بوابة الصحراء يعني في الهضاب العليا مدينة جميلة جميلة جدا 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 لازم تزورها أحبائي اضحقنا دركاء الفقرة اضحك معنا شكولي عنده نقطة جميلة يجي حكيها العموي يزي نقطة جميلة تعالي بنتي أروحي أروحي خاضي خاضي خاضي، ما اسمك بنتي؟ لايان لايان لايان، اسمك شباب لايان، ما حال في عمرك لايان؟ سعي سنوات سعى؟ لايبك، شاطرة في دراسة؟ نعم شعجبتي معدل؟ ثمانية فاصل ثمانية وستو ثمانية وستين، الله يبارك، حكي لي نقطة تعالك بنتي؟ قل لك واحد نهار وكان كاين طفل طفل قتلهم المعلمة، ديروا لي أفعل رح عند ماما ماما كانت تهتر مع صديقتها قتلها وش تخلك؟ هو واحد سبلورة اللي معها فعل كتب وش تخلك؟ ثمانية وكان يسوطي ويقول هاي بينا كتب هاي بينا ثمانية وكان عند أخته كانت تقول باتمان كتب باتمان وكان عند بابه كان يشوف في الماتش كي سجلوا هدف قال قول ثمانية أستاذة قلت له طيني أفعالك بدأ يقرأ لها قلها وش تخلك؟ قلت له نديك ذوكا عند المدير قال هاي بينا وبعدكا كدته عند المدير المدير قال له وش بيكا وشاك حاسب راح قال له باتمان برابو 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 شكولي عندو نقطة جميلة تعالي بنتي ارواحي وقعد بنتي واسمك بنتي؟ ماريا ماريا؟ شحرف عمرك ماريا؟ عمره 12 سنة وين سكني بنتي؟ حوسين داي حكينا نقطتك بنتي النقطة كين أستاذة سألت تلاميذ أين يقعوا البحر الميت جاوبها تلميذ قال هاي يقعوا في المقبرة في المقبرة؟ برابو 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 تعالي بنتي تعالي 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 اروحي بنتي وقعدي الشباب واسمك بنتي؟ ماريا ماريا؟ شحرف عمرك ماريا؟ في عمري 9 سنين 9 سنين؟ شحرف عمتي معدل؟ 8 فاصل 8 فاصل عشرة 8 فاصل عشرة برابو برابو بنتي جميل جميل وين سكني؟ في باب الواد في باب الواد باب الواد الحي العتيق الجميل هل تحكين نفتتاك؟ في يوم كان أستاذ أعطانهم للتلاميذ يديروا تعبير كتابي على كرة القدم ها؟ كانت داروا تعبير كتابي غير واحد يطلاق الجميل indigenous فقد فقد أشكد للنيا وكانت داروا تعبير كتابي قال لها باسكوس صبتين ما لعبو شكرات القدم ها صبتين ما لعبو شكرات القدم برافو 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 بنتي برافو 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 الله يبارك حكي نقطة تعالكم لدي قال لكم أحد أخطراء أربع أربع سبيطار مهابل كانوا أربعة داروا لهم كثيرتات مهابل قالوا ما براوش موحد ببنش قالوا هادا برا قالوا له قالوا لهم ونش ما نشتحق لهم من عروسة هوا العروسة شو لدينا نقطة تعالوا لدي أروح أروح تعال 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 أوقعد 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 لدي مسمك لدي سعيد سعيد حال في أمرك سعيد 11 12 يوم سالة 12 سالة الله يبارك وين تسكنوا لدي بومرداس كيفو مرداس الجميلة الشواطئ الجميلة تعرضونا هاد العام نجونسي فوانتكم تعرضونا يا خي إن شاء الله إن شاء الله حكي نقطة تعال لدي أحد معلم سقصة تلاميذة قال لهم الثالب لا بيوض ولا والد ودعبوا أحد قال لهم الثالب نكار يفعلوا كل شيء آه يفعلون كل شيء برابو برابو أحبائي برابو 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 بالضغط على زرار أراء ومراحضات بشع ميزيد يقرأهم اللهنية وعطونا أنتما تحية الميميشا تحية 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 شكرا 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 ميميشا شكرا إذن الرسالة الأولى مشري عبد الكريم 11 سنة مدينة البيض يا السلام على مدينة البيض قالكم أحب عم ميزيد وكل الأطفال ربي يحفظك عبد الكريم 11 سنة مدينة البيض وتحية لكل ناس البيض فريدي آية ومريم آية 4 سنوات ومريم 10 سنوات مدينة بوهارون وليد تيبازا بوهارون الميناء والشواطع وليد تيبازا الجميلة قتلك نحن نتابع برنامج مع ميزيد ونحبوه بالزاف ونريد المشاركة إذن حتماً سوف نتصل بكم فريدي آية ومريم من بوهارون مرحبا بكم بنتي عم ميزيد تاني بتشوق باش يتلقاكم اللي هنا بوزيدا إلهام 12 سنة مدينة قسنطينة الخروب يا سلام على مدينة الجزر المعلقة أتمنى المشاركة في البرنامج لأنه ممتع ومفيد جداً خاصة فقرة الجواب على الأسئلة برافو برافو إلهام بوزيدا بنتي من قسنطينة من الخروب بركان مريم خمس سنوات مدينة سعيدة اللي تكلمنا عليها سعيدة الجميلة بنتي تشاهدكم دوماً وتتمنى المشاركة معكم من أمنياتها هذا الطالب نرجو القبول بالطبع بركان مريم من سعيدة بالطبع نقبله بالطلب بتاعك احنا نتشرفوا أنك تزورينا راح نكلموك باش جيد حضري معنا في التصوير كادور هيبا ثمان السنوات من زيرالدا من الجزائر العاصمة قالتكم أنا أحب كثيراً عم يزيد وأريد الغناء ورس معه من فضلكم اقبلوا مشاركتي في الحصة كادور هيبا من زيرالدا بالطبع سوف نقبل مشاركتك بفرح وسرور وهذا شيء يشرف نحن تاني كي جيد حضري معنا عم يزيد يحتفظ بهذا الرسائل الجميلة 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 ودركا الحقنا أحبائي لفقرة الجواب عن السؤال رجل كان بالخارج ما عنده لا مظلة ولا قبعة ولكن شعره لم يبتل لم يبتل لم يبتل من 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 تعالي أروحي أروحي بنتي عاودي ذكرني باس بك ليان ليان أسمك شباب ليان وش هو الجواب لم يكن لديه شعر لأنه كيفش يقولوك ما يكونش عنده شعر أصلع أصلع برافو لأنه أصلع أعطيه الهدية تاحا لأنه أصلع أصلع شكرا 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 يا أخي أحبائي أحبائي دركا في فقرة رسم اليوم موسيقى موسيقى رحنا نقول البشرة جبنا رسمتها بش نشوفوه في كل مرة بشرة تمتعنا وتفاجأنا برسم جميل يلا بشرة بنتي جبنا رسم هذا كنشوفوه يلا يلا أحكم الميكرو وأنا نحكم الرسم هذا الجميل أوه 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الحيوانات أحبائي الحيوانات كاملة تستحق الحقوق توحى نعتدي بها و بالأكيد ما نكونوش عنيفين برافو برافو بنتي برافو برافو رسم جميل جدا برافو برافو بشرة بشرة في كل مرة تمتعنا برسم أحبائي في كل مرة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة اليوم عندنا عيد ميلاد وفاء تعالي بنتي نحتفلوا عيد ميلادك تعالي وفاء تعالي تعالي وفاء تعالي تعالي بنتي تعالي تعالي وفاء تعالي إذن نحن نغلو الوفاء عيد ميلادك نحن نعيد أنتوما أصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو ديالها يلا تغلو معايا الله يبارد في كويزين وقل لك عيد ميلة سعيد الله يبارد في كويزين وقل لك عيد ميلة سعيد من الكباب يديك نتمنى صحة وسعادة وهنا شرح يا ربي لمية سنة ونعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لمية سنة ونعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بنات يلا نطير بالونات بس أنا مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس ما كنتا سيّبناها ليلى حلوى يا محناها بس ما كنتا سيّبناها ليلى حلوى يا محناها موسيقى 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 مجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغليل موسيقى هيا نصفق ونغليل سنة حلوى يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن وفا بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمع وانتوما أحبائي متشعلوش الشمع وحدكم ومتمسوش قاع النار نحبوكم ما لازمش تتحرقو الكبار هم يشعلو لكم الشمع يا أخي أحبائي لتكنوا عليكم إذن دلوا معي العدد التنازل اللي هو وفا كمار احد عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة ثلاث واحد برافو 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 إذن وفا عمو يزيد يعطيك هاد الشهادة شهدت إنجاح تصوير حسة مع عمو يزيد وانتوما أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كبكرة لتصويره حسة مع عمو يزيد وفا بما أنك رسلتنا باش تحتفلي بعيد ميلادك رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هاد الهدية الجميلة الجميلة شرا تستفادي بيها شكرا العفو بنتي العفو العفو إذن وأنا مبقى لي إذن أقول لكم أبقى وراء خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي أحبكم سلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا على كل حال أنا كنت مركت في صفحاتها عمو ينزيل أحببنا أما بحظتوا جديد جديد لقد كنت أخي ممر جدا لا ننسونا جديد أحببنا جبت تقالي إزابي تحاوزش تلبس وفرحانة بشيسة أمدع ميازيك كم ما كاش بزّاف لزيميسيان تالأطفالي تو بسمها ستخي جنتي كراو يخدمها بالخدمة الدراري ستخي جنتي بسك بزّاف الخدمة عادية الدراري بدت بزّاف دي شانس الدراري باش يجو ويشوفوه بسك كانوا متعطشين باش يشوفوه يحبوه بزّاف يشوفوه في زيميسيان تابعوه ويديس دي بلاس صافي كانوا يسنوا في عادية باش يعيطلهم الأطفال يحبوه عمو يازيد ويحبو الحصة عمو يازيد ويتبعوها سيبوخصا تجلتهم والقادسة دا كبير الحصة عمو يازيد بيانسور كانت تير بخيز ديهم طامي داوهم داو برمي شكلة داو نوجباء 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 تلاميذ نوجباء كانوا بزّاف الحالي يحبوه عمو يازيد حصة عمو يازيد يحبوه أغاني عمو يازيد أغاني ترباوية هادفة ما شاء الله يعني كانوا بزّاف الحالي ينسبح لي جناضهم بكري باش يحضروا الحصة لحنا يوم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يازيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يازيد اشتركوا في القناة